شعر الصيام رمضان يا رمضان أقبلت يا رمضان الخير مشرقة أيامك الغر بالآلاء والنعم أقبلت يا رمضان الخير مشرقة أيامك الغر بالآلاء والنعم رمضان 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 بسم الله الرحمن الرحيم وعلى نبيه أزكى صلاة وتسليم متابعي الوطنية الثانية الأعزاء ومشاهدي برنامج أيها الصائم الأحباء الأوفياء خير ما أحييكم به تحية الإسلام وتحية الإسلام السلام فالسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وأهلا وسهلا بكم في هذا اللقاء الرمضاني المتجدد بإذن الله طيلة هذا الشهر الكريم شهر الإحسان والقرآن شهر الرحمن الذي اصطفاه بتنزيل القرآن فيه نلتقي في هذا اللقاء لنتحدث ونتدارس أمورا تهم الصائم والصائمة تهم الصائمين والصائمات والرسالة هذا اليوم هي للصائمة تحديدا فالمرأة المؤمنة المسلمة التي أقبل عليها شهر رمضان لابد أن تكون لها برنامج واضح وتخطيط دقيق تستطيره يعني قبل دخول هذا الشهر فشهر رمضان ليس هو شهر الإعياء والإنهاك بالنسبة للمرأة فتمضي نهارها في المطبخ وليلها في الواجبات الاجتماعية والعائلية فشهر رمضان هو فرصة ولذلك النبي الأكرم صلى الله عليه وسلم اعتبر أن من يضيع شهر رمضان هو من الخاسر من الخاسرين فشهر رمضان فرصة ومناسبة على الإنسان أن يستغلها وأن يحسن استغلالها لذلك رسالتنا اليوم هي لك أختي الصائمة أيتها الصائمة الكريمة أول أمر لابد أن تعلمي وأن تتزودي وأن تستزيدي من الأمور الفقهية المتصلة بهذه العبادة فأنت تؤدينا عبادة لابد أن يكون لك اطلاع على فقه الصوم فيما يخص المرأة في حيضها في نفاسها في طهرها في حملها في رضاعها في كل هذه الأمور لابد أن يكون لها زاد فقهي يعصمها من الإخلال في هذه العبادة و لا تتحرج عندما تطرح السؤال فالسيدة عائشة تقول نعم النساء نساء الأنصار لم يمنعهن الحياة من أن يتفقهن في الدين لأن بعض النسوة كنا يتحرجن بشتطرح السؤال على الرسول صلى الله عليه وسلم ولكن كانت النساء الأنصاريات كنا يطرحنا يعني الأسئلة بكل جرأة لأن هذه المسألة لا تتطلب حياء باهتا وتورعا يعني موهوما و متكلفا و مصطنعا أم سليم سألت الرسول الأكرم صلى الله عليه وسلم يا رسول الله هل على المرأة غسل إذا احتلمت قال نعم قالت له متى قال إذا رأت الماء فلذلك هذه الأمور الفقهية المتعلقة بالمرأة لابد أن يكون لها اطلاع عليها حتى تؤدي هذه العبادة هذه الفريضة الركن لأن الإسلام بني على خمس شهادة أن لا إله إلا الله و أن محمد رسول الله و إقام الصلاة و إيتاء الزكاة و صوم رمضان و حج البيت فهذا الركن لابد أن يكون لنا فيه زاد فقهي تعلم المرأة متى يجب عليها الصوم و لذلك حتى بعض الأخوات يعني يدركهن ربما واجب الصوم و هي يعني أسرته يقول لها ما زلت صغيرة لا شيء عليك لا المرأة إذا بلغت فلابد عليها من أن تصوم و الصوم يعني لا يشترط الطهارة حتى إذا انقطع عنها دم الحيض أو دم النفاس قبيل الفجر أو عند الفجر تنوي الصوم و تغتسر بعد ذلك و تتطهر فليس الطهارة شرطا في صحة الصوم ولا شرطا في استمراره و إنما الطهارة هي شرط للصلاة فتنوي بذلك كذلك الحامل إذا خشيت على جنينها أو خشيت عن نفسها فلها أن تفطر إذا لحقتها مشقة أو إذا أخبرها الطبيب المسلم الحاذق بأن هذا الصوم يؤثر على جنينها أو يعني يقلل من من كلمية الماء لديه أو شيء فتفطر و بعد ذلك تقضي هذه الأيام و كذلك الشأن بنجسبة للمرضى إذا يعني أثرت تلك على الرضاعة الطبيعية أثر عليها الصوم فلها أن تفطر و تقضي بعد ذلك لأن الحامل والإرضاع ليس مرضا حتى يدخل في قوله تعالى فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر و لكن قد تكون فيه مشقة تؤدي إلى المرض أو تؤدي إلى لقدر الله يعني الضرر و هذا يخالف القاعدة الفقهية لا ضرر ولا ذرار فالإسلام هو دين رحمة و هذا من حق الجنين في بطن أمه على والديه من قبل أن ينجب لذلك جعل الإسلام في كل هذا الرخص للمرأة المسلمة و إذا كان تكاثر عليه الأمر فكانت بين حمل و نفاس و إرضاع و حمل و نفاس و إرضاع فهذه ترى إن كانت تجد في نفسها صحة لتقضي الصوم تقضي بالصوم و إن كانت وجدت صحة وسعة لتقضي و تطعم على قول بعض أهل العلم فلها أن تجمع بين الحسنين و إن كان الأصل أنه لا يجتمعاني حقاني لله عز وجل في نفس العبادة إما أن تقضي و إما أن تطعم و لكن إذا كانت موسرة فلها أن تطعم يعني كل يوم تخرج مقدار فطور و سحور أو يعني دينار و خمسة مياة أو شيء من هذا القبيل مقدار ما يطعم مسكين من أوسط ما تطعمون أهليكم هذه الآية التي وردت في اليمين في كفارة اليمين نستطيع الاستئناس بها قد يكون إنسان طعامه و ست عشر دنانير قد يكون خمسة دنانير قد يكون مئة دينار فمعدل الذي يأكل منه يؤكل منه غيره و يستفيد بهذا إطعام الصائم من فطر صائمين كان له مثل أجره دون أن ينقص من أجر الصائم شيء هذا بالنسبة للحامل و بالنسبة للمرضى و لكن هذه الأحكام يعني ليست حكر على المرأة الحامل و المرضى في المسألة الفقهية و التعبدية و لكن هناك أبواب كثيرة جدا للخير يمكن المرأة أن تستفيد منها حتى إذا كانت حرمت بذلك بسبب الحيض أو شيء من هذا القبيل و هذا يعني حتى بعض الأخوات عندما يسألن عن حكم استعمال حبوب تأخير الدورة الشهرية أو شيء فهذا لا مانع منه شريطة استشارة أهل الطب وأهل الصيدلة إذا كان ليس فيه تأثير و هي تريد أن تختم القرآن في هذا الشهر أو تريد أن تعتمر في رمضان أو شيء فبإذن الله يجوز لها أن تستعمل هذا الأمر و هي تجربة كانت حتى عند الصحابيات اللواتي كنا يستعملنا منقوع شجر الأراك شجر الأراك الذي منه عود الأراك الذي يستاكو به المسلم و يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم السواك مطهرة للفم مرضاة للرب ولولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة و كان الرسول صلى الله عليه وسلم يستاك حتى وهو صائم ولا عبرة بالحديث الموضوع استاكوا بالغدات ولا تستاكوا بالعشي و كراهة استعمال السواك بعد هذا الوقت إذن العبرة كل العبرة هي في النواية فنية المرء أبلغ من عمله و هذه مسألة الحيض أو شيء أو النفاس هذه مسألة كتبها الله سبحانه وتعالى على بنات آدم فلا تتحرج المسلم أبواب البر كثيرة و وجوه الخير كثيرة تريد أن تختم و قد يشدد بعض أهل العلم في عدم مسألة الحائض للمصحف أو شيء من هذا القبيل فبحمد الله الآن هناك وسائل إلكترونية من الهاتف المحمول أو تضع سماعة و تستمع إلى كتاب الله و هي في شغلها و هي في مطبقها و يكون لها أجر حث غيرها من جاراتها من صديقاتها من زميلاتها حثهم على أداء صلاة الترويح جماعة حثهم على فعل الخير حثهم على عدم الخوض في أعراض الناس بالغيبة و النميمة فقد ورد في بعض الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي إليه بمرأتين فقال لهما قيئة أكرمكم الله يعني تقيئة والقي إذا كان يعني عمدا يعني يفطر الصائم و إذا كان يعني غلبة من ذراعه القي فلا شيء عليه صومه صحيح بإذن الله تعالى فقاح دما و صديدا و العياذ بالله فقال الرسول الأكرم صلى الله عليه وسلم أفترت على ما أحرمه الله و صامت على ما أحله الله يعني فطره على الغيبة و النميمة و الخوض و النهش في أعراض الناس و أفترته يعني و صامت على ما أحله الله للأصل كون الطعام و الشراب هو مباح فلذلك المرأة لها رسالة في هذا الشهر المرأة لا نريد منها يعني أن يتم إثقال كاهلها و أجحافها بالوجبات و كأن دورها يختص يعني في الطبخ والمطبخ و تصنيف الأماكلات لا هذه فرصة لتعود إلى كتاب الله عز وجل فرصة لتتفقها في دينها فرصة لتنهل من هذا الشهر و الله سبحانه وتعالى خص الصائمين و الصائمات و الحافظين فروجهم و الحافظات و الذاكرين الله كثيرا و الذاكرات هؤلاء جميعا أعد الله لهم من عنده مغفرة و أعد الله لهم أجرا عظيمة فالله سبحانه وتعالى خص الصائم بالذكر فلذلك أيها الصائمة اغتنمي هذا الشهر و اجعله ربيعا و لو كان هناك مانع شرعي فأبواب الخير و أبواب البر و وجوه هذا كثيرة خاصة و أنك بذلك تعطين القدوة لابنك و لابنتك و لذلك لابد أن لا تجعل من هذا الشهر هو شهر الطهي و شهر الطبخ و شهر يعني التفرغ لمثل هذه الأمور أو شهر يعني متابعة المسلسلات و متابعة ما تعرضه التلفزيونات و الانغماس في هذه الأمور بدعوة يقولك أنا يعني الآن في هذه الأيام أنا يعني عندي الدورة الشهرية أو شيء فلا إنسان يعني لا يضيع هذا الشهر الكريم و أن يلقى الله سبحانه و تعالى بهذا الشهر الكريم و يحسن أداء هذا الشهر حتى ينادى عليه يوم القيامة من باب اسمه باب الريان إن في جنة بابا اسمه الريان ليس باب يعني عند الجنة أو لا هو داخل الجنة يعني يدخل كل أهل الجنة من باب من أبواب الجنة باب الصدقة باب الصلاة باب الصوم مثلما سأل سيدنا أبو بكر الصديق عن ذلك فقال الرسول السلام تدخل من جميعها لأنه من أهل الصدقة و من أهل الجهاد و من أهل الصلاة و غيره و لكن الصائمون لهم باب خاص اسمه باب الريان في الجنة ينادى أين الصائمون يعني يدخلون منه فإذا دخلوا أوصد و لم يدخل منه أحد غيره فلذلك أيها الصائمة الكريمة اغتنمي هذا الشهر و احرسي على الاستزادة من أوقاته في الصالحات و كوني بذلك داعية و كوني بذلك متأسية بأمهات المؤمنات و بالصحابيات الجليلات فالإسلام هو الدين الذي كرم المرأة و جعلها رسالة تربو و تسمو و تعلو بها الأمة الإسلامية جمعا و في نهاية هذا اللقاء لم يبقى لي إلا أن أستودعكم الله الذي لا تضيع و دائعه تحية خالصة لكل الزوجات و الأمهات و الأخوات و البنات و المكافحات و في رعاية الله دمتم و السلام عليكم و رحمة الله تعالى و بركاته شعر الصيام شعر القيام شعر الصيام شعر القيام رمضان يا رمضان أقبلت يا رمضان الخير مشرقة أيامك الغر بالآلاء والنعم اقبلت يا رمضان الخير مشرقة اشتركوا في القناة